شرفنا مباشرة من غزة وليد الزعيم هو أحد مؤسسي مبادرة قطار الخير صباح الخير وليد وكل عام وانت بخير صباح الخير أختي روان صباح الخير أخي عمر صباح الخير لكل المشاهدين في كافة أنحاء الوطن العربي من غزة الصمود من غزة الخير من غزة قطار الخير صباح الخير صباح الخير والسلام عليك أخي الفاضل وكل عام وانت بخير تناسبة طبعا شهر رمضان الكريم هذه تكثر في حقيقة المبادرات وأنتم يمكن من أوائل من أطلقوا مبادرة في فلسطين وهذه المبادرة هي ليست وليدة اللحظة وإنما صار لها سنوات ربما قليلة حدثنا عن الفكرة كيف جاءت فكرة المبادرة ما الدافع عليها تفضل بداية الفكرة بدأت عام 2014 في رمضان عام 2014 بالضبط قبل الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة بأيام معدودة انطلقت الفكرة بدون تخطيط مسبق بدون هي إلهام من الله سبحانه وتعالى بسبب حدث معين في الحي الذي نسكنه أنا وبعض الشباب الذين أطلقنا هذه المبادرة ما حدث أن أحد جراننا ونحن لا نعلم كان يعيش في وضع سيء جدا أفطر في أول أيام رمضان 2014 هو وأطفاله في غزة أفطروا حين أدن المغرب ماء وشاي على خبز خبز بالشاي حين علمنا ذلك بالصدفة عن طريق الصدفة بدخول أحد جراننا إلى منزله سعقنا كشباب في هذا الحي وتحركنا على السريع لإطلاق حملة بسيطة متواضعة على حجم الحي إلا أن استجابة الناس واستجابة أهل الخير البسطاء والفقراء من أبناء شعبنا في مدينة دير البلح بداية كان سبب في إطلاق ما يسمى بقطار الخير منذ عام 2014 طيب يعني أستاذ وليد يعني حابين نتكلم أكتر عن أهداف هذه المبادرة فعليا يعني مبادرة القطار الخير شو هي أهدافها وشو هي لتطمح لتحقيقه سواء كان في رمضان أو ما بعد رمضان أختي روان نحن منذ عام 2014 ركزنا على رمضان في عام في رمضان من كل عام من واحد رمضان إلى 30 رمضان ننطلق ننطلق بقطار الخير نقسم قطار الخير إلى محطات في عام 2014 استهدفنا دير البلح فقط بصفتنا من أبناء هذه المدينة في عام 2015 أيضا استهدفنا دير البلح في عام 2016 تحرك بعض الشباب في بعض المناطق فيما تسمى بالمنطقة الوسطى بمحافظة الوسطى وأخذوا مننا فكرة القطار وطبقناها سويا في عام 2016 طبق القطار على المحافظة الوسطى خمس مدن أو خمس مخيمات لاجئين في المحافظة الوسطى في عام 2017 وهو أفضل أعوام قطار الخير عمم القطار على خمس محافظات بقطاع غزي كل محافظة فيها خمس مدن أو مخيمات وبالتالي خمس وعشرين منطقة سكنية كبيرة كانت تستهدف بشكل يومي من قطار الخير الأهداف التي نريد أن نصل فيها في قطار الخير خلال السنوات القادمة وكان هدفنا خلال السنوات الفائتة أولا أن نحافظ على الفقراء من أبناء شعبنا أن لا يقف الفقراء من أبناء شعبنا طوابير الدل أن نصل إلى أبناء شعبنا الفقراء إلى منازلهم أن ندق أبوابهم بكرامة وكلنا نحن حياء وليس هم أن لا نذل أبناءنا الفقراء ومن ذاق بهم الحال أن لا نذلهم على طوابير استلام المساعدات والكبونات أهدافنا كانت إنسانية بحتة قبل كل شيء هدف إنساني بحت أن نحافظ ونصون كرامة الفلسطيني في غزة الفلسطيني الصابر على الحصار الفلسطيني الصابر على كل ما يتعرض له على مدار السنوات نعم باختصار هذا هدفنا أولا وآخيرا وقبل كل شيء نريد الثواب من الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير أستاذ وليل هناك أخبار تقول إنه قطار الخير سيفيتوقف بعد هذه سنوات من العمل هل هذا صحيح ولماذا أخي عمر هذا أكثر أكثر ما سأتحدث فيه إلى من كأحد سيقي قطار الخير نعم قطار الخير متوقف منذ ثلاث أيام وليس سيتوقف هو بالفعل توقف منذ ثلاثة أيام لأنه بكل بساطة لا يوجد دعم لقطار الخير ملاحظة أقولها عبر الهواء مباشرة عبر قناة الغد هذه القناة الرائعة التي أعطت مساحة لهذه المبادرة لقطار الخير أقولها لكل فلسطيني في قطاع غزة لكل من وصل إليه قطار الخير إلى منزل من الفقراء والمعوذين لم يدفع في قطار الخير رجل أعمال واحد ولم يدفع في قطار الخير حكومة ولا سلطة ولا تنظيم ولا فصيل أموال قطار الخير تأتي من البسطاء إلى الأكثر بساطة ومن الفقراء إلى الأكثر فقرا بحمد الله تعالى أموال قطار الخير تأتي من يد الفقير إلى الأشد فقرا ومن يد البسيط إلى الأكثر بساطة قطار الخير بهذه البساطة وبهذه السهولة وبهذه السلاسة ورغم ذلك توقف منذ ثلاثة أيام لم نصل إلى أحد منذ ثلاثة أيام بسبب توقف إمكانياتنا وليس لدينا إمكانيات لم ندعم من مؤسسات ولا من فصائل ولا من تنظيمات ولا من حكومات وبالتالي مجهودنا كشباب حاولنا عبر صفحات الفيسبوك وعبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر رسائل الأس أم أس على جولاتنا الشخصية أن نحصل ولو شيء بسيط لنا نكمل شهر الخير عام 2018 ولكن للأسف هذا عام صعب جدا هذا عام إن استطعت أن أطلق عليه فأطلق عليه عام الرمادة لقطار الخير آسف على المصطلح ولكن هذه حقيقة ما يحدث في غزة هذا اليوم أستاذ وليد يعني يعز علينا طبعا أنه يتم توقف قطار الخير في ثلاث أيام سابقة طبعا ولكن يعني بعد خمس سنوات من المسابرة من الاجتهاد من قبل المتطوعين من قبل الأشخاص البسطاء اللي هما يعتبروا واجهة غزة الجميلة هل فعلا ما فيه أي دعم لقطار الخير وما حاولته عن طريق السوشيال ميديا وليه ليه وصل الموضوع لهلا أنه ما فيه دعم نهائي لقطار الخير بعد خمس سنوات من المساعدة اللي أنتوا فعلا أدمتوها لشعب غزة لمنهم طبقة الفقراء والبسطاء أولا اختروان إذا أردت أن أتحدث عن المتطوعين في قطار الخير فعلي أن أعطي التحية لهؤلاء المقاتلين هؤلاء مقاتلين بصدق من يقاتل الفقر هو المقاتل الحقيقي نعم من يمنع الصغار والأطفال من أن يبكوا على صفرهم في رمضان هو مقاتل حقيقي هو فداء حقيقي إذا أردت أن أتحدث عن المتطوعين شكرا لكل متطوعي قطار الخير أنا أسميهم سائقي الخير شكرا أخي أبو محمد ناصر وعبيد صاحب الفكرة ومن أطلقها من منزله شكرا حي الأبراج في دير البلح أصحاب هذه المبادرة وهذه الفكرة شكرا سائقي القطار في كل محطة من محطات القطار من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال شكرا دير البلح إذا أردنا أن نتحدث عن لماذا حتى هذه اللحظة لم يتم تبني هذه المبادرة وهذه الفكرة من جهة معينة أنا أقول لك بكل بساطة لأن لدينا حدود لا نقبل تجاوزها أولا لا نقبل أن يتم تصوير أي مستفيد مهما كان الحدث لا نقبل إطلاقا أن ذل أهلنا وإخواننا حين نسلمهم هذه السلة الغدائية أو هذه وجبة الطعام أو هذه الإمكانيات المادية أو ما يتوفر معنا في قطار الخير لا يمكن أن نظهر أبدا أبدا بأي حال من الأحوال المستفيد إلا أن بعض من يريد أن يدعم بعض المؤسسات تريد إظهار المستفيد لإظهار الدائم بأنه هنا إحنا وزعنا أو ما شابه هذه السياسة مرفوضة في قطار الخير ثانيا حتى الدائم الأساسي الدائم يريد في بعض الدائمين يريدوا إشهار أنفسهم ليس لوجه الله لدينا سياسة نرفض إظهار المستفيد ونرفض إظهار من يتبرع فقط مقاتلي قطار الخير فقط متطوعي قطار الخير هم من يظهرون للتشجيع لا أكثر ولا أقل قد يكون ذلك سبب أساسي في أنه إحنا لم نتلقى بعض الدائم من بعض الجهات طيب أستاذ وليد يعني أدي حجم المساعدات اللي أنتو أنجزتوها في المبادرة حتى هاي اللحظة إذا بدنا نتحدث عن حجم المساعدات في 2014 نتحدث عن شيء دير البلاح قسمت إلى 30 محطة المحطة تعني الحي لدينا سائخ في هذا الحي من سكان هذا الحي نستهدف يوميا 30 أسرة من المحطة الواحدة 30 أسرة نصل إلى المحطة رقم 1 محطة رقم 2 محطة رقم 3 إلى أن ينتهي الشهر الكريم في عام 2015 نفس الحدث في دير البلاح في عام 2016 استهدفنا المحافظة الوسطى ككل بنفس آلية دير البلاح نقلت إلى مناطق أخرى أستاذ وليد 2017 هو أفضل أعوام قطار الخير نقلت التجربة إلى كل قطاع غزة بنفس الآلية كنا نتمنى في عام 2018 أن نصل إلى جنين وإلى نابلس إلى عين الحلوة وإلى كل المكان لعل لا تكون هذا الظهور والشباب المتطوعين إذا سمعتك أستاذ وليد لعل لا يكون هذا الظهور الآن على شاشة الغد هو بادرة خير من جديد لانطلاق القطار مرة أخرى ونحن أيضا ندعو جميع الجماهير الفلسطينية اللي يشاهد قناة الغد وشاهد برنامج يوم جديد للتوجه لك والتواصل معك بأي طريقة كانت للتبرع لانطلاق القطار مرة أخرى شكرا جزيلا لك كنت معنا ضيف كريم عبر الأقمار الصناعية من غازل أستاذ وليد الزعيم أحد مؤسسي مبادرة قطار الخير